السلام عليكم ورحمة الله إذا حرمك الله من شيء فأبشر بعده بالخير هذا قانون إلهي أيها الأحبة وحقائق مجربة لابد أن يأتي بعد الشر أو بعد ما تكره أو بعد البلاء لابد أن يأتي خير إليك الدليل من القرآن الكريم وعسى أن تكره شيئا وهو خير لكم من منا يحب المرض لا أحد وهو بلاء من منا يحب الظلم لا أحد من منا يحب الفقر لا أحد من منا يحب أن يستهزأ به لا أحد فكل ما تكرهه قد يكون فيه خير كثير وأنت لا تدري حتى إن الله عز وجل وضع قانونا في القرآن يتعلق أيضا بالنساء فأنت كثير من الأزواج لديهم مشاكل في البيت القرآن أعطانا هذا القانون أيضا قال سبحانه وتعالى وعاشرهن بالمعروف الأمر للرجل هنا أن يعاشر امرأته بالمعروف فإن كرهتموهن هنا هذا القانون فعسى أن تكره شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا فإن كرهتموهن فعسى أن تكره شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا هذه القضية مهمة جدا أيها الأحبة أن نعتقد بها أن نثق بكلام الله لأن كل واحد منا لديه مشكلة في حياته على الأقل أو مجموعة من المشاكل لديه شيء يكرهه لديه بلاء يتعبه لديه مرض أو قلة أو أذى يتلقى كل هذه الأمور تتعب الإنسان فعلا ويكرهها ولكن عندما تدرك أن وراء هذه الأمور خيرا كثيرا فعسى أن تكره شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا ما معنى ذلك؟ هل يقل أن المرض الذي ابتلاني الله به بعده يوجد خير كثير؟ معظم الناس يظن الخير هو المال والطعام والقوة إلى آخره لا هذا نوع من أنواع الخير هذا أقل أنواع الخير أيها الأحبة تخيل أخي الحبيب أن الطبيب منعك من أكل السكر وأنت مريض سكري هل هذا الطبيب يريد بك شرا؟ لابد أنك عندما ترى الحلوة أو الأطعمة التي فيها سكر وتعودت على أكلها وتناولها وتحبها عندما حرمت منها لابد أنها فيه نوع من العذاب نوع من الألم النفسي نوع من الكرة أنت تكره هذا الأمر ولكن أنت في داخلك تعلم أن هذا الطبيب يريد بك خيرا ويريد أن ينجيك من مهالك أخرى يعني تعلمون مضاعفات مرض السكر كثيرة جدا تمتد للعين للقدم تمتد لمعظم أجهزة الجسد وبالتالي عندما حرمك الطبيب من تناول السكر هو يريد بك خيرا وهذه حقيقة لا يشك بها أحد مريض قلب منعه الطبيب من التدخين وهناك بعض الناس مدمنون على التدخين والتدخين شيء لذيذ وشيء محبب بالنسبة لهم طيب هذا الطبيب عندما منعك أو حرمك من الدخان هو يريد بك خيرا كذلك الأمر لا تتخيل أخي الحبيب أن الله سبحانه وتعالى وهو الحكيم هو الحكيم العليم حكيم فيما ينزل عليم بشؤونك عليم بك أكثر من نفسك ربكم أعلم بما في نفوسكم هذا الإله لا تظن أنه ينزل بلاءا خطأا بالخطأ يعني أن هناك مرض يصيبك بالخطأ أو ظلم تتلقاه بالخطأ لا أو ضائق مادية تمر بها بالخطأ لا كله مقصود من الله عز وجل لمصلحة أنت لا تعلمها قد يكون هذا الخير هو الجنة وهو أعلى درجات الخير المال سيذهب كل خيرات الدنيا ومتع الدنيا ستنتهي بالموت إذن ما نظن أنه خير حقيقة هو شيء مؤقت الخير الحقيق في الآخرة لذلك قال تبارك وتعالى ورزق ربك خير وأبقى النبي عليه الصلاة والسلام عمل كل حياته من أجل الآخرة انظر إلى آيات القرآن كلها تحذرك من الدنيا فلا تغرنكم الحياة الدنيا وغرتهم الحياة الدنيا إلى آخره آيات كثيرة تحذر من الدنيا وكل آيات التي فيها الآخرة تحببك بالآخرة وبالتالي هنا الله عز وجل عندما يبتليك ببلاء معين هو يبتليك به لمصلحة ليصرف عنك شر التكبر يعني تجد إنسان فقير يطأطئ رأسه أمام الناس بسبب حاجته هذا الإنسان لو كان يملك المليارات ربما يتكبر ربما يطغى في الأرض كما فعل قارون كلا إن الإنسان ليطغى الرأاه استغنى عندما يستغنى الإنسان عن من حوله بالمال الشهرة يستغنى عن خالقه عز وجل يظن أنه يعني قادر على فعل أي شيء بالمال سيصل إلى الطغيان كلا إن الإنسان ليطغى الرأاه استغنى ومثال على ذلك قارون الذي كان من أغنى أغنياء عصري استكبر في الأرض وبدأ يفسد في الأرض فخصف الله به وبداره الأرض فما كان له من فئة ينصرنه من دون الله أو ما كان من المنتصرين فهنا أيها الأحبة قلة المال فيه منفع لك أنت لا تعلمها عندما يتعسر أمر لك حاجة تتعسر ولا تستطيع قضاءها ماذا تفعل هنا أيها الأحبة الإنسان أحيانا يضيق صدره لماذا لا يؤسر هذا الأمر طيب يا أخي هذا الأمر يعني أخره الله لك لخير أنت لا تعلمه لو عجل لك هذا الخير لكان فيه هلاكك فيه ربما مشاكل أخرى وبالتالي يعني هذه بشرة من الله وعسى أن تكره شيئا وهو خير لكم فهذه الآية مهمة جدا أيها الأحبة أن نحفظها أنا أجد أن هذه الآية وسيلة تواسي بها نفسك مهما اشتد بك الكرب أو الهم أو الحزن أو البلاء كلما تعسرت حاجة لك في حياتك ودعوت الله وتظن أن الله لا يستجيب الله يستجيب لك ولكن في الوقت الذي هو يحدده عز وجل كلما تعسرت اعلم أن وراء هذا العسر هناك يسر وخير أيضا لذلك الله أكد وقال فإن مع العسر يسرا في المرة الأولى إن مع العسر يسرا فلن يغلب عسر يسرا يسرين وبالتالي أنا أنصح كل إنسان يعني يتعرض لبلاء معين أو يتعرض لضائقة أو هناك حاجة متعسرة في حياته أن يحفظ هذه الآية وهي جزء من آية طبعا وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وأن يدرك أن هناك خيرا ويثق بهذا الأمر فيطمئن قلبه على الفور يعني دائما الإنسان عندما يتأمل الخير ويستبشر بالخير يشعر بطمأنينة كبيرة جدا في قلبه وفي حياته بينما الإنسان الذي يتوقع الشر ويتوقع مزيد من العسر مزيد من البلاء مزيد من الهم هذا تتضاعف همومه ويحزن أكثر وربما يصل للاكتئاب نسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بهذه المعلومات والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته حتى يتبين لهم أنه الحق